جاءت امرأة الى سيدنا داود عليه السلام وقالت يا نبي الله اربك ظالم ام عادل وقال داود ويحك يا امرأة هو العدل الذي لا يجور سما قال لها ما قصتك قالت انا ارمالة عندي سلاس بنات اقوم عليهن من غزل يدي فلما كان امس شددت غزلي في خرق حمراء واردت ان اذهب الى سوق الابيعها وابلغ بها اطفالي فاذا انا بطائر قد انقض علي واخذ الخرق والغزل وذهب وبقيت حزينة لا املك شيئا ابلغ به اطفالي وبينما المرأة مع سيدنا داود عليه السلام اذا بالباب يطرق على داود فازن له بالدخول واذا بعشر من التجار كل واحد بيده مئة دينار فقالوا يا نبي الله اعطيها المستحقها فقال لهم داود عليه السلام ما كان سبب حملكم لهذا المال قالوا يا نبي الله كنا في مركب فهاجت علينا الريح واشرفنا على الغرق فاذا بطائر قد القى علينا خرق حمراء وفيها غزل فسددنا بها عيب المركب فهانت علينا الريح وانسدد العيب ونظرنا لله ان يتصدق كل واحد مننا بمئة دينار وهذا المال بين يديك فتصدق بها على من اردت فالتفت سيدنا داود عليه السلام الى المرأة وقال لها رب ينتاجر لك في البر والبحر وتجعلينه ظالما وعطاه الالف دينار وقال انفكيها على اطفالك ان الله لا يبتلك بشيء الا وبها خير لك حتى وانسان انت العكس فاريح قلبك لو لا البلاء لكان سيدنا يوصف مدللا في حدن ابيه ولكنه مع البلاء صار عزيزة مصر كونوا على يكين ان هناك شيء ينتظركم بعد الصبر ليبهركم فينسيكم مرارة الالم لا تنسوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاشراء في القناة ودعمونا بلايك